أنت الحسين وكل من فوق الثرى أعماله مرهونة برضاك ما قيمتي إن لم أكن لك خادما وأكون في الدارين تحت اليواك أقام موكب خدام الإمامين الكاظمين الجوادين عليهم السلام مجالس العزاء الحسينية والسنوية إحياء لشعائر الله في رواق عبد الله بن عبد المطلب عليه السلام والذي يستمر عشرة أيام من شهر محرم الحرام مع الالتزام الكامل بالشروط الصحية والوقائية وبتوجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف بحضور خادم الإمامين الجوادين في هذا العام ولله الحمد تم التوجيه إضافة أمور أخرى إلى هذا المنزلس وهو قراءة القرآن ومحاضرة لمدة 20 دقيقة لأحد مشايخ العتبة المقدسة وبعد ذلك اللطمية اللي يشاركون بها خدم العتبة المقدسة والحمد لله الآن تم الإعاز إلى دخول هؤلاء الزائرين لهذا الخدم لمشاركة خدم الجوادين في هذا العزاء الرسائل التي بعثها قطباء المنبر الحسيني هي تخليد وتعظيم لإحياء شعائر الإمام الحسين عليه السلام وأنه لم يخرج من أجل سلطة بل خرج من أجل إصلاح الأمة والدين الإسلامي شرعت الأمان العامة للعتبة الكاظرمية في هذا الموكب والعزاء وهو على مدى سنين طوال والحمد لله مستمر إلى حد الآن إلى حد هذا المحرم وتقام فيه المجالس مع الالتزام الكامل برعاية الشروط الصحية والتباعد ما بين الخدم العتبة الكاظمية المقدسة قد حرصت بشكل دائم ومستمر على إقامة موكب عزاء خدمة الإمامين يستضيف خدام العتبة إذ فضلا عن الزائرين ولكن بشرط أن يراعى أو تراعى شروط الصحية وكأنها مستاقل توجيهات المرجعية الدينية في أحياء المجالس الحسينية وذكرى الإمام الحسين وأضيضا مزداقا لقول الصادقين عليهم أفضل الصلاة والنام أحيوا أمرنا رحم الله من أحياء أمرنا هذا وأن رسالة الإمام الحسين عليه السلام فيها أبعاد الحق أجمع وبها حفظت المبادئ والأهداف السامية للإسلام اشتركوا في القناة